حققت مملكة البحرين خلال السنوات القليلة الأخيرة قفزات كبيرة ونوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والتكنولوجية وجاء على رأسها ريادتها إقليميا وعالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وهو المجال الذي يعد اليوم أحد أهم الأنشطة حول العالم فإننا نوجه في هذا القصوص بأن تباشر الحكومة بوضع خطة وطنية شاملة تؤمن لنا الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجية والخدمية لطالما أكدت الخطابات السامية لجلالة الملك المفدة على أهمية مجال الذكاء الاصطناعي لسيما في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم في مختلف المجالات والقطاعات ولأن استشراف المستقبل هو ما يضمن استمرارية الأمم والمجتمعات والدول ولأن الذكاء الاصطناعي يعد عاملا رئيسا في استشراف المستقبل أولت مملكة البحرين اهتماما بالغا لهذا المجال تمثل في إنشاء أول أكاديمية للذكاء الاصطناعي في المملكة حيث تعد هذه الأكاديمية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والتي يتم من خلالها استخدام منصة التعليم كخدمة لتقديم برنامج تخصصي متكامل يقوم على تعزيز قدرات الابتكار والإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي ويعد إنشاء الأكاديمية خطوة استراتيجية أساسية على طريق تعزيز موقع مملكة البحرين الريادي في المنطقة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأهيل صف ريادي من خلال تأسيس قاعدة خبراتية متخصصة من الكفاءات والكوادر البحرينية في المنطقة ومؤخرا أختيرت مملكة البحرين لتكون في صدارة دول العالم التي ستختبر عمليا إرشادات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام والتي أقرها مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي حيث ينظر إلى مملكة البحرين في المنطقة على أنها البيئة الأفضل لاختبار قوانين وإرشادات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيات الناشئة وذلك بفضل قوانينها المرينة وهيكلها التشريعي المبتكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر